كيف الشخص عادي يقدر يقول بك اكبر الكازينوات بطريقة بليدة ويربح ملايين ديال الدولارات قيصة انا سمتعت وانا تنقلب فيها لانها جديدة وفشكلي وانا متأكد اتعجبكم مو يبقى قيصة زوينة بزاف مو كيش بحالة بزاف نبدأها ولكن قبل ما بدأ القيصة بقيت نهدر لكم على الباكتونيغ ديال الفيديو اللي هو سيتاوب غيم سيتاوب غيم عندهم جميع الانواع ديال الباسيات اللي ممكن تحتاجوا وبالخصوص الباسيات ديال الجيمين ممكن عندهم طيب باسيات ديال كمبوزون اللي بريتو على حساب ذلك اللي انتم محتاجين لها وعلى حساب البودج ديالكم كي اللي بغي اي ديال الجيمين اللي هو اي واحد بغي يستريمي هتلقوا عندهم كل شيء تحتاجوها بالنسبة للستريم اي حاجة تحتاجتوها هتلقوا عندهم انا براسي اخذيت من عندهم باسيات السرفيس ديالهم زوين بزاف تعامل واعر كل شيء مزيان اي واحد ممكن يمشي تمك واخرى ما زال ما بغي شيء يأخذوا لي الله تقلب وهي فهم على ما تقول السرفيس مزيان بزاف عندهم مهم هتشي اللي كاين حاجة اخرى باش كنت عندهم طلبت منهم واش ممكن ديروا جيفواي للناس ديال الله الشين وقالوا لي اه ممكن ديروا جيفواي يعني في هذا الفيديو كاين جيفواي اول جيفواي كاين ثلاثة ديال الحوايج ممكن تتربحوا اول حاجة كلافيي سوري جيمين هذه الحاجة اللي أولى في الاخرى نقول لكم كيفاش ممكن تشاركو الحاجة الثانية اول شين كلافيي وحدة اخر في سوري وكاسك بالقيمين والحاجة الثالثة اللي بنات اللي انا ممكن تنبيروا غلد دراري كاسك في هذا اللون هذا غوز بالنسبة اللي بنات اللي يشاركو في هالجيفواي بني اطلع بنت اتربح معنا كاسك اتمنى لكم احد موفاق في الاخر الفيديو اقول لكم كيفاش ممكن تربحوا هالشي اللي وريتكم داره نحن في الفين والقاسة تبدأ مع واحد سيد اسميته موراكاوا عنده واحدة شركة صغيرة ديال الاصلاح و ديال البناء وفي ذلك الوقيته تحول لاس فيغاس لانا لاس فيغاس كانت تلقى ديافة محركة بزاف الكازينوات فيهم الاصلاحات بزاف العمارات التي تتبنى الخدمة موجودة بزاف دكت الضمين اللي هو فيه من بعد ما تحول لاس فيغاس الخدمة كانت كثيرة بزاف دراجة موراكاوا بدأت يخدم معه الناس ويجبد معه الهضراء ولقى بانه في نفس الضمين ويعمل في البنية هذا جيريمي كان هذا الحرائي في الواعر بزاف ولكن شبعان صوابق هتكونوا عهارفين شئ واحد دير بحلوكا تكون تعرف شيئا مزيان بزاف ولكن ديما روينا ومشتش دك شيئ مزيان ومن هذا الصوابق الذي عنده جيريمي عنده تزوير وخاكاك موراكاوتاق فيه ومن النهار جيريمي كان معقول كان يخدم مزيان يجي في الوقت كان قاد إليه الغارات مزيان وما كان حتى شيء مشكل معه وبقى هكا مدة 4 سنين من 2000 إلى 2004 الخدمة كثيرة بزاف موجودة جيريمي مزيان زادوا خدمون أخرين معهم شي جوجو لثلاثة أخرين موراكاوتاق وشركة ديالو محركة فلصة الدخول التنية هانية كل شيء بخير من بعد ما وصلت 2004 القاعدية بدت تتقائل شوية جامع الإصلاحات اللي كان خصيت ديرو في لاس فيغاس في الكازينوات ديرو مشاريع البنية وطيلات لم تحسبها في الوقت قريباً حبس وبدأ ينقص وإذا كان من يريد أن تحصل يجب عليهم خدمة يخرجون إلى مدينة لاز فيغاس في الظواحة حيث يدرون مسافات كبيرة ولم يجب عليهم خدمة ومع هذا التنية قادية بدأت تتموت والفلوس بدأت تنقص وموراكاة بدأت تفكر يبدأ ينقص الناس ومع ذلك يبدأ يزيار الصمتة وإنهاراً يقوم من شانتي في خارج المدينة لاز فيغاس بينهم واحد البطانو في إشهار ديال الكازينو وكبير مرسوم مصور واحد جيطان كبير جيطان هو ذاك اللي يخلصوا كبير بزاف مرسوم وكل هم شافوا ومحلا جاتوا واحد الفكرة في دقة واحدة قبل ما نقول لكم الفكرة في الناس اللي ما تعرفوش نواة جيطان ديال الكازينو باش تدخل الكازينو تقمر ما تتخلش بالفلوس ما تتحطش الفلوس ديالك ولكن تتمشي لواحد القيشة تتعطي فيه الفلوس وتصرفهم لك الجيطان اللي هم العملة ديال الكازينو مني تتأخذهم تتمشي تلعبهم ومن بعد مني تتكون خارج تتمشي عدد القيشة وتتصرفهم وتتأخذهم فلوس اللي خلصت بهم في اللول العملة ديال البلاد اللي انت فيها وفي الحالة ديال القاسة ديالنا تتأخذ دولار الامريكي نرجع الموراكاوا و جيريمي والناس اللي خدمين مع أهل اللي راجعين في الوطوروت وباليهم ذاك البانو السؤال اللي سوى الموراكاوا هو الزعمة واش صعيب نظوروا هذا الجيطان هذا وقاعدوا معه في طنوبيل و بينهم جيريمي قالوا لا ما صعبش نقدم صعبوه وفي ذاك اللحظة طنوبيل تتافقوا يديروا شي حاجة لما عمر دارها قبل منهم شي واحد وهي يزوروا الجيطان ديال الكازينو اول حاجة باش رجعوه مشاول الكازينو وشراود الجيطان باش شوفهم كيدرين ويدرسوهم ويفهموهم كيفاش مصايبين قدوهم الجيطان وقسموهم باش يشوفوا كيف كانوا وسط منهم ولقاوهم صعبين بواحد الخاليط يلطين ودير الرملاء ومبريسين بواحد ضغط عالي باش يقول اذاك شي قمباكت وقاصح بزاف بحل الحجر في الأول موراكاوا وصحابو حاولوا يديروا ذاك الخاليط وحاولوا يبريسون ذاك شي باش يخرجوا جيطان بحال ذاك الجيطان ديال الكازينو يحاولوا يصعبوا واحد من اللون ويزوروه ولكن القضية كانت صعبية بزاف لان هذه التكنيكة باش مصايبة ومصايبة بواحدة كبيرة بزاف واحدة درجة الحرارة عالية بزاف خاصوهم ذاك الماكن باش يصعبوا ذاك الجيطان اللي ممكنش يلقاوهم واللي غاليين بزاف وما تيتباعوش نزيد على هذه التكنيكة بشكل حقيقيين يجب أن يكون لديهم نفس الملمس ونفس الصوت يضربوا في الأرض ومع بعضياتهم لان هذه التكنيكة في الكازينو نهار كلهما شدينهم بتقصهم وعارفين الملمس وعارفين كيف يديرون يعني إذا كان شيء جيطان ليس يتلهي يتغيقوا به وهذا أول هدفهم وهذا ما كانوا يريد أن يوصلوا له يوصلوا لجيطان فوتوكوبي الحقيقي أسابيع هم تيتقاتلوا موراكاوا جيريمي وهذه الأخدامين الأخرين ولكن لم يدروا أن يأخذوه الاسق دائما تخرج في صوت مختلف في وزن مختلف قادية صعبة كثيرة وهذه الأخدامة التي كانوا مع موراكاوا أريد أن يتغيقوا له وقالوا لي أن تشارعاتنا خلقوة ونضيع الوقت مدة طويلة ونهار نحاول ونحصله ونحن لا نأخذوه اللهم ما يقول لك السلام عليكم لا نبقى معكم في هذا البروجيط ولكن موراكاوا وجيريمي يبقوا الاسقين ويبقوا آمنين بالفكرة بأنهم يجعلوا طريقة لكي يصعبوا جيطان كما هذا في الكازينو هذه هي الفكرة الوحيدة التي كانت تدور لهم في رأسهم في ذلك الساعة ويبقوا قاعدة تفكروا لا تفكروا خدمة لا تفتح شيئا أخرى لكي يوصلوا لهذا الهدف وهو يديروا جيطان حقيقي موراكاوا عيما يفكر وفي لحظة لحظة تحتاج له فكرة لماذا أريد أن يصعب جيطان من الأول بما أن هناك جيطان من جميع الفئات 1 دولار 10 دولار 100 دولار 10.000 10.000 25.000 دولار وهذه كل جيطان فيهم نفس الوزن نفس الملمس والاختلاف بينهم واللون والكتابة اللي فيهم لماذا لا نحاول نحويل جيطان دولار مثلا 1000 دولار وكانت هذه الفكرة التي تدور كل شيء والتي تجعلهم يوصلوا لهدف كان خاص موراكاوا يتأكد بالصح الحجم جيطان 1 دولار و 100 دولار فوتوكوبي الحاجة الثانية اللي كان خاصه هي اللون كيفاش يبدله ويجيبه اللاصق هذه القضية اخذت لي شوية الوقت ولكن وصل لها بدأت يخلط الألوان بدأت يقلب كيفاش يدير مهم جابدك اللون تقريبا هو هداك بالمساعدة دي الجيريمي اللي كان مختصف تزوير من قبل وتشد عليه شهم مرة جابوا اللون هو هداك حاجة واحدة هي تكون واحدة لوتوكولون في هذا الجيطان وهذاك لوتوكولون وفي القيمة دي الجيطان كان خاصي القمعة حل قادية سهلة شنو دار شد لما غلاه لاحظة الجيطان خلاه شوية في الماء وخرجه وضغية تقلع دي الجيطان وصيب دي الجيطان واحدة اخر سكانه من الجيطان دي المئة الدولار وطبعه أوتوكولون قطعه ولسقه واجهة لاصق حاجة واحدة كان خاص موراكاوية تتأكد واش كينا شيء سيكوريتي في جيطان ولا دايلين فيهم شي حاجة باش عارفهم مش فري ولا مزوريه ضحت علي الفكرة يجيب واحد الدول تقولوا لي الدول كحل اللوميغلوغ تدار باش يبانوا واحدة الرسومات تكونوا تقفل فلوس في بزاف دي البلايس دارو وبصح بانوا لي في الجيطان كان واحد الدول تتفاعل مع ذاك الدول كحل فمتي بحالة في اليوريسان تأكد في بزاف الجيطان مقاهم تحطوه على الله فش نقطع من ذاك الجيطان ما هو فتر؟ تأكد في بزاف الجيطان يتبانوا بلوميغلوغ وفي الجيطان لا يتبانوا هذا الشيء كامل يصل إلى الجيطان حقيقي ب99.9% بحالة في الكازينو ويستطيع أن يحول عملة دولار إلى 100 دولار يعني يربح 99 دولار كل جيطان صعيب ويجرب ويجرب وماذا تقرب في الكازينو أو لا إذا أصدقات هذه القضية أتقول لي لديهم مكينة ويخسروا دولار ويربحوا 90 دولار في ضرف قصير ويجربوا ويجربوا موراكاوا كانتكيو كان هو العقل المدبر في هذا الشيء كامل ولكن كان هناك قضية كان خواف لأنه مجرم ومعمروا مدر شي حاجة اللي إليقال وكان يجربوا واحد اللي يمشي تاستي هذا الشيء أول مرة في الكازينو ومشكون آخر من غير جيريمي اللي هو مدوز من قبل منه وداخل الحبس ومتي خافش وقال هو لا نجرب به هو لا نعطيه اللي يمشي ويصرفهم في الكازينو ويشوفوا ما تصدق او لا لا المهم صعبوا واحد ثلاثة دولار ردوهم دي المئة دولار ومشون الباركينج ديال واحد الكازينو اسميته جيريمي يخذلك ثلاثة ديال الجوتون سترس طالع بزافة عنده هو وموراكاوا قطع الباركينج كامل تخلي الكازينو بينتليه هذيك البلاصة اللي يصرفوا فيها ومشان ذاك القيشة أعطى الجوتون بثلاثة أبيهم وبدأت تسنى تم ذاك اللي في القيشة شاف الجوتون شاف فيه وأوكا سال الجوتون وعطاه 300 دولار العملية نجحات من مور داك شي جيريمي خرج من الكازينو ضغياء ما اخرجه ومشا تقريبا تيجري الطنوبيل وقال موراكاوا الصوق ما قلش لي بأنها نجحات بحل لا خاف هيتبعوه هاي عقوبه المهم في الطريق من بعد ما بعدهم من الكازينو تم جيريمي جبد 300 دولار وقالها الموراكاوا وتم فرحوا بجوج وقالوا طحنا على الطريقة لكي نفعلها في نفس النهار ومشاول الغارج ومشاول الغارج فين كانوا يفعلوا ومشاولوا هذا الجوتون وقرروا يبدأوا الخدمة من هذا النهار وكل نهار كانوا يصيبوا بين 20 و 30 جوتون وكل نهار كانوا يربحوا بين 2000 و 3000 دولار من أفاستيسمون ومشاولوا 10 دولار يعني من 100 درهم إلى 200 درهم ولو تدخلوا ثلاثة المليون ثلاثين ألف درهم وهي شيء كبير كل نهار ومن ذلك النهار وكل مرة تصيبوا 20 و 30 تمشيوا الكازينو مع الزفغاز فعلي كازينو لم يكن ذلك المشكلة هاي بقوا يمشيوا لنفس الواحد لما يعقوش بهم ولو كل نهار تعزلوا واحد مختلف لأنهم كانوا تديروا كل نهار مع الوقت مع كل مرة يمشيوا الكازينو وحد المشكلة قالوا يجب أن نبدلوا الطريقة لأنهم لم يكن كل مرة نصيبوا جيتون ودخلوا مع الوقت يشوفوا الكاميرات ثم قرروا يذهبوا إلى القضية يبدوا يلعبوا ومع ذلك ومع ذلك تشريوا جيتون بالفلوس الذي يدخلوا من هذه العمليات ومن بعد تشريوا جيتون تشريوا الطوالات وتبدلوا جيتون مع ذلك تقلبواهم وتشريوا الطابلة وتلعبوا بهم يتذكروا وإذا تشريوا الكاميرات تشريوا بأنهم تشريوا جيتون بلعبوا بهم ويلا تشريوا مشكلة هذا الشيء كامل لنقصوا الريسك المكسيموم والتواحد لا يفهم كيف يتفلوا يبقى الموت يصيبوا هذا الجيتون ثم يدخلوا يعني مراته عائشين مبراعين ولا تشريوا ولا تشريوا لا تشريوا لدرجات مراته واحد الشهر يعود تقريباً مئات ساك والصباب والحوائج والأغلبية منهم قعمة لبساتهم لا تشريوا مراكاوة في الدار عندما نزل فيديو لا تشريوا فهذه القصص التي تنعوده ديما باش شي مجريم ولا شي محتال يكون غادي باخير والحياة وكل شي في الطوب تتبضلها وهذا الشيء الذي يترى المراكاوة والجريمي الخطأ سيأتي من عند جريمي جريمي من الجهة ما كان مجوج وكان مبليء وكان عنده صوابق ومجريم ومنيشد الفلوس بزاف هذا الشيء أطر عليه ومعرفش كيف يجريه والتي يأخذ مخديرات بزاف وتشرب بزاف ولا يدير روينة وتتلقى مع الناس بزاف وتهضر بزاف واحد المرة بدأت أعود لواحد البنت كيفاش ومنين تجيب الفلوس ديالله بطبيعة الحال هاد خطنا هذي استغلت الفرصة ولا تتبير لي الشونطاج كل مرة تقول لي اعطاني فلوس ولا نقول للبوليس اعطاني فلوس ولا نقول للبوليس تعطيها هذي تخسرهم ولا تتعطيها هذي تخسرهم ولا تهي المشكل ديال حياته وهذا الخبار وصلت للموراكاوا الذي قال لي في النهار الأول اتفقنا بأن تحد ما هيقول تشي حد شنو تنذيره وقال لي انا براسي مراتي ما عارفني ما يتنجي بالفلوس شكا بأنني تنذيرت حاجة قانونية ولكن فات الحال وجريمي ديجا غلط بقات هي مبرسطها في حياتهم وبقاوا هم خدامين بها العمليات واحد نار موراكاوا قلص في الدار تتسمع شي حتى يدق عليه أنا جاركم راول دي كنت يلعب بكرة وطيرها يمكنهم في الجرداء عفاكوا نعم لم يمكنك تجيبها كان للموراكاوا ومشي المشكلة وقالوا ضح دار ايجيب الكرة في ذلك اللحظة وقالوا له المنظر ودخلوا للموراكاوا واحد بوليس مكلفين بلايكازينو و ليس مكلفين بلايكازينو اتفقنا بلايكازينو وذلك بلألعاب القمار ويبدأ قلبوا لي ودخلوا وقاموا بجعبات لتصور من محلوقاتك وقاموا بجعبات الكازينو وقاموا بجعبات كل شيء وقاموا بجعبات مرسل و فقط انتبه جريمي موراكاوا يدخل في الحبس و بعد أن تدخل الحبس فطبع تدخل الحبس و ما يدرتي؟ و ما حال كوسيون يدخل على كثير من أمريكان و كان يدخل يهم خمسة مليون دولار و فقد ذهبوا له سجون روسي و قالوا له ما تبقيته انت الول الذي لديه أكبر مبلغ أو هذا السيد موراكاوا من بعد ما قالوا لدك الروسي في الحبس هذا الروسي بدأت يقول ماذا يكون هذا؟ وماذا يدير لي هذا المبلغ كامل؟ بحل صبقه وبغي يعرف ماذا يدير هذا المبلغ ومشان عنده بدأت يهضر معه موراكاوا أعود لي القصة كاملة كما أعودتها لكم وهو يقول لي من بعد ما تخرج من الحبس إذا خرجت وإذا خرجت أنا ضروري تعلمني هذا الشيء وانت هي معليك إلا تعلمني كيف أستطيع تدير هذا الشيء يجب لك فلوس كتال عندك وما تقاس في هذا الشيء حتى شيء موراكاوا قال لي هو أخاو ولكن في عقله تقول يا ربي غير نخرج من هذا الحبس الحاجة المزيئة التي تدير موراكاوا هي أنه كان نخبي الفلوس لم يأتي بحل جيريمي وفي مريكان واحدة مهمة هي المحامي اللي تتخدم كين محاميين ستار كين ميسي ديال المحامات وهو خدم أحسن محامي كينتما في لاس فيغاس وهبط لي هذيك الكافالة من خمسات المليار والخمستاش المليون اللي كانت عند موراكاوا بطبيعة الحال وخلصها ومشال دارهم ولا متابع في حالة صراح فهذه المدة اللي هو متابع في حالة صراح بطبيعة الحال لا يبقاش يدير هذك العمليات اللي كانت يدير من قبل وكل مرة يخلص المحامي والمحامي غالي بزاف والدراجة تبقى هكك تسأل أوليه الفلوس وحل وفي نظاركم ماذا تفكر بعد أن تسأل أوليه الفلوس بطبيعة الحالة لا يبقاش يدير ذلك اللي كانت يدير في الكازينو تفكر ذاك الروسي وعيط له ولقاه حتى هو تطلق وقال له نقض نعلمك وقال تجيب لي الفلوس الروسي فرح وقال له وهنا بدأ الجزء الثاني دير القيصة والذك الروسي كل مرة في الليل تأتي عند موراكاوا تدهل الغارج وتبدأ يعلمه كيفاش ممكن يظهر هذا الجزء كما نعرفين تعلموا تعلموا ولكن الحاجة التي لم يكن أعرف موراكاوا والتي تتبين بأنه ليس مجريم وأنه سادج هي أنهم تتبعين البوليس وحاضينه وتشاهدون كيف يدير كانوا مستنسيون وقال له وكان يتبع اليوم الروسي وعرفوه عنده صوابق وبقال له الروسي جاء في الليل دخل الغارج وقال له كيفاش يدير حتى مرة أخرى هم دخلوا لديهم وقال له وأنتم بكثير وقال له تنبع المحامي لأنه لتعلم مدة الحبس ثم التعلم المحامي وقال لهم ذلك وقال لهم بأن تنتقلوا من الوحيد الذين تنتقلوا المحامي والمواطن الذي يجد في الغارج ليس كبير كثير من السرق السرق كان كثير من المليار ولكن السرق الذي يجد في الغارج هو 30 مليون أو 30 ألف دولار ومن بعد المحاكمة موراكاوا أعطيه خمس سنين لم يجد الحبس ولكن يجد عمل المجتمع يجب أن يخدم فابور بطبيعة الحال في بلصة لا يدوز الحبس جيريمي أعطيه مدة طويلة لحبس لأنه عنده صوابق وهنا سألت القيصة لنا وموراكاوا من بعد ذلك لم يجد عمر ولم يقع شيئا إليغال حتى الدابة وهذه هي القيصة أول القيصة للمجرم الرئيسي لم يجد في مدة طويلة ولم يدوز الحبس ولم يجد الفلوس الذي يسرق وفي نفس الوقت يوجد خالية الدكا ونوع جديد السرقة ليس السطو ولكن السرقة أتمنى أن القيصة أعجبكم بالنسبة للإنستغرام ستجد في الإنستغرام ستجد في تصور ما الذي كان في الـ Giveaway ستجد فيه وضعه وضعه واحد يمكن أن يكون مهمة في القيصة التي تقوم بها ولم يكن أعرف هذا ما سأطلب منكم ستجد فيه وضعه وضعه ستجد في تصور ما الذي كان في الـ Giveaway ستجد فيه وضعه أتمنى أن هذا الفيديو تكون أعجباتكم ورصة الـ Giveaway من الـ Giveaway ستجد فيه وضعه من من يربحه ستجد فيه وضعه ستجد فيه وضعه بألف درهم سنبارك عليهم سنقوم بإمكانكم شكرا لكم لكم فيديو جهة